استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مساء الثلثة بصاروخ باليستي مدينة مأرب المقتضة بالسكان وقالت مصادر محلية في مدينة مأرب إن الميليشيات الحوثية الإرهابية الإيرانية أطلقت صاروخ باليستي سقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين في حي المجمع بمدينة مأرب وأضافت المصادر أن الصاروخ تسبب بإلحاق أضرار بعدد من منازل المواطنين وترويع الأطفال والنساء في المدينة التي باتت تحتضن مئات الآلاف من النازحين الذين شردتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية من مناطق سيطرتها